مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البعثة واللافتات العنصرية طبعا من حق الاتحاد المصري أن يحافظ على حقوق المنتخب المصري وحقوق الشعب المصري بالكامل ولكن في النهاية أنا كراجل مشجع هبص للشكوى دي أنها ماشي شكوى وبتحافظ على حقوقنا وكل حاجة ولكن خلاص لم نصعد إلى كأس العالم وتعرض بالفعل المنتخب المصري للعنصرية ولفتات موسيقى في المدرجات وأزايزة رمد والدنيا كانت صعبة جدا لكن في النهاية لم يصعد منتخبنا الوطني إلى كأس العالم محمد صلاح بالمناسبة يعني أنا كلمت كم حد من الأصدقاء اللي موجودين هناك ومن أصدقائنا الصحفيين اللي كانوا موجودين أو مازالوا موجودين هناك قال لي محمد صلاح الإسلام تعرض لكل حاجة عنصرية في الدنيا كل حاجة عنصرية في اللي حصلت حصلت مع محمد صلاح تفضل دي حاجة بسيطة جدا كلنا بنتعرض ليه أو كان بتحصل؟ آه كان بتحصل هنا في بطولة كاس الوامر الأفريقية لكن في النهاية غير كده وكده ما فيه لافتات مش هنقدر نوريها لحضراتكم لأنها كانت كلها سب لمحمد صلاح فمحمد الحقيقة تعرض لضغط كبير جدا 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 فوق الوصف الحقيقة في هذه المباراة فعموما ماشي مصر تتقدم بشك ورسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البحثة واللافتات العنصرية شكرا شكرا